لأنه عم شوف أنت أيضاً عم تراقب الأمور من بعيد عم تراقب الشخص شو عم بيساوي ما هي اختياراته يعني دائماً عم تراقب الشخص من بعيد دائماً بتشوف أنه أنت بيجوز بتشوك بهالشخص كتير أو مش كتير بتوثق فيه في عندك مخاوث داخلية تجاه نوايا هالشخص واختياراته ودائماً بتحس إنه في طرف تالت إنه فيه امرأة أخرى أو رجل آخر لأنه بأغلب الكروت أنت دائماً بتنحط بموقف وكأنك بتكشف هالشخص مع حدا آخر وبتكشف تواصل مع شخص آخر فأنت دائماً وكأنك بتكبس عليه بالجرم المشهو يعني أمامك بيكون ولكن أغلب الإشي اللي بتحسها همشوف طاقة الشخص اللي أنت عم بتعامل معه أيضاً لأنه هي طاقته بالأول والأخير فهو أيضاً بيحس بيشك وبيحس إنه أنت ماك شخص آخر وهو أيضاً بيحب يترقب من بعيد ولكن عم شوف الشخص اللي أنت عم بتتعامل معه شخص أغلب حكيه صادق ما بيحب الإيل والآل لأنه شخص دغري بالحكي شخص ما بيحب يتلاعب بالحكي شخص عم يبحث عن الشفاء الداخلي أمشوف بالماضي بالماضي هالشخص ممكن يكون مر بتجارب اللي هو نخدع فيها ونجرح فيها ومشان هيك أيضاً شخص بيشك كتير أو شخص دائماً يكون مترقب ومتأهب ودائماً خائف نشي معين خلينا نشوف خطواتك المستقبلية يا برج السرطان عم شوف أنت عم تحس بإنجاب جسدي كتير تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه عم شوفك بالمستقبل أيضاً مش رح تحكي يعني رح تخلي أغرب أغلب آراءك أغلب معتقداتك يعني في جوة داخل نفسك عم شوفك رح تكون منطوي أكتر على نفسك رح تتأمل في العلاقة من بعيد رح تحاول تفهم العلاقة من بعيد توقع البعض منكم مش تواصل بينك وبين هالشخص في الماضي عم شوفك أفضل من الوقت الحالي بالمستقبل إنه عم شوفك منطوي على نفسك ممكن أنت جرحت من هالشخص أو جرحك الوضع إنه هو معه أشخاص أخرى أو ممكن عم تحس إنه في أشخاص أخرى بالصورة فهالإشي خلاك تنطوي على حالك من جوة ولكن عم شوف في المستقبل إنت بدك بدايات جديدة إنه عم شوف عندك أيضاً فإنت بتطمح إلى بدايات جديدة مع هالشخص منيتك إنت بدك تكون مع هالشخص أو بدك على الأقل الأمور تتصلح بينك وهالشخص وتكون في بينكم بداية جديدة بداية جديدة هالكرت طلع عندك مرتين هالكرت نفس هالكرت فعم شوفك في المستقبل كتير منطوي على حالك أيضاً أيضاً برج السرطان طاقتك في المستقبل كتير رح تكون كتوم بتحكي عن الأسرار أو عن الإشياء المخباية عن الإشياء اللي ما بتحكي عن الوجه المظلم للأمور أو الوجه الآخر للأمور عم شوفكم معده كتير بأفكارك الداخلية فعم تفكر كتير بالعلاقة اللي بينك وبين هالشخص أو بها الشخص عم تفكر كتير وأغلب الأفكار أفكار سلبية للأسف مخاوف داخلية ومش عم تحكي فيها يعني أغلب الأشياء اللي عم تحسها عم تخليها لحالك وأنا عم شوف إنه هالشخص عنده يعني هالشخص بتتواصل معك أو بالحكي معك شخص كتير منفتح يعني شخص اللي بيحس فيه بيحكي لإلك على طول ولكن أنت كتير كتون شخص كتير كتون ف ممكن تكون أنت عم تحكم على هالشخص بيحس لأنه أنا عم شوف إنه هو يصادق معك بالحكي أو إذا سألته عن إشي عم شوف إنه هو عنده يعني ما بيحب ما بيحب ما بيحب الإيل والآل يعني بيعطيكي الجواب من الآخر فما عم شوف إنه الشخص بيكذب عليك ولكن أنت طاقتك كتير غنضة يا برج السرطان يعني كتير كتون بتطلق أحكام على هالشخص أو بتتخيل السيناريو هذا أو إشي فيه يعني في رأسك عم تتخيل إشي مش عم بتصير مش عم تحكي فيها لهالشخص خلينا نشوف خطوة الشخص بالمستقبل هالشخص بخطواته المستقبلية عم يحس إنه هو هو اللي عم يحط مشهود أكتر بالعلاقة عم شوف إنه هو بيحس إنه دائما هو اللي بيحاول يتقرب منك دائما هو اللي حركته مستمر تجاهك دائما هو اللي بيبين لك مدى مشاعره مدى عواطفه تجاهك على عكسك إنت إنت كتير غنض وكتير كتون حتى إذا إنت عم تحس بمشاعر تجاه الشخص ما عم شوفك مش عم تبين لهالشخص نهائيا وهو أيضا تتبع برجك إنت السرطان فعالشخص عم يفكر فيك كتير يعني حتى بخطوته القادمة أو بخطوته المستقبلية عم يفكر فيك كتير أيضا أيضا تحكي عن بدايات ممكن يكون فيها هالشخص بده بداية جديدة ما عم يستثمر فيها أو يحط مجهود فيها ممكن إذا إنت وها الشخص بعيدين عن بعض ممكن هالشخص يبدل مجهود في أنه يلتقي فيك مجهود مادي منه لحتى يوصل إليك أو يتقرب منك ممكن يكون فيه سفر لحتى يشوفك أيضا لأنه هيدا عندك إنت إيه سوف كبس يعني إنت الاستثمار اللي عندك أو إنت الإشي اللي عم تفكر فيه عاطفي أكتر هو الإشي اللي عم يفكر فيه أو الخطوة اللي رح يقوم فيها مادية أكتر رح يكون فيها نوع من المادة أكتر أيضا عم شوف فيه كتير باشن تجاه هالشخص يعني من ناحيتك ويل أوف فورتشن بيعتبرك سلمت أنا بتوقع هالشخص بده ارتباط جدي معك الأوراق في المستقبلية لهالشخص تجاهك كتير إيجابية فهو بيشوفك ممكن البعض منكم أيضا يكون فيه ارتباط إذا أنتو أصدقاء رح يصير جدية في العلاقة ارتباط بالعلاقة إذا أنتو فيه علاقة يعني رح يصير فيه تطور كتوبة زواج لأنه استثمار مادية عندك هون فيه تقدم فيه حركة منتجاه هالشخص هو عم يفكر كيف يتقرب منك هالشخص أيضا كارما هالشخص بده يكون عم شوف أغلب الأوراق إيجابية معك بدي يكون منصف معك لأنه هالشخص بي آمن كتير بالكارما أو بي آمن كتير بفكرة أنه إيشي اللي بتحطه بيرجع لإلك فهو عم شوف أنه عم يحاول على قدر المستطاع أنه ينصف الوضع اللي بينكم أو ينصف العلاقة اللي بينكم أو يكون صادق على قد ما يقدر يعني معك لأنه هو بده هالشي هو بصراحة مش عاجبه أنه أنت شخص كتير كتوم هون بمون لأنه هو بيشوف أنه كتير منفتح تجاهك يعني بيحكي لك السألته بيحكي لك على طول شو هو تعطيك زبدة الأمور يعني بس أنت كتير غامض كتير كتوم بالنسبة لتعقدكم المشتركة فأنتو اللي تنام بتوقع بالغالبة برج السرطان بحكم الأوراق اللي طلعت عندك أنت لابس قناع أو حتى أنتو اللي لابسين قناع مش عم تبينوا مشاعركم الحقيقية تجاه بعض أنت عم تبث صورة معينة وهي الشخص أيضاً عم يبث صورة معينة في عندكم صراع على السلطة في أيضاً اشتياق كتير للأشخاص اللي مش عم تحكي مع بعض في عندكم عم تحس في اشتياق بطاقتكم المستقبلة رح تشتاقوا لبعض واشتاقين لبعض البعض اللي مش عم يحكي مع بعض عندك عروض حب أيضاً في المستقبل مع هالشخص أمشوف أنه في حدا رح في عندك عرض حب من هالشخص أمشوف هو اللي رح يقوم بخطوة تجاهك أنت بخطواتك المستقبلية ما عم شوف أنه أنت طريقك يعني اللي رح تاخده رح يكون طريقك لحالك بس هو عم شوف عم يفكر بالتزام عم يفكر بارتباط تجاهك فهالشخص عم شوفه هو اللي رح يقوم بالخطوة تجاهك لحتى يقرب منك طبيعة العلاقة بينكم عم تظهر عم تخليك تواجه مخاوفك مع هالشخص عم تخليك تواجه تبعك أيضاً لهالشخص يعني العلاقة بينكم ممكن أيضاً تقولوا اه 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 او توام شعلا احنا بنحكي عنها ممكن تقولوا توام شعلا بمعنى انه انتو كانكم مرايات لبعض انت اللي بتحس فيه هالشخص اوتوماتيك دي على طول بيحس فيه فانتو طاقتكم اه مرايات لبعض خارلر مواجهة لبعض ففيه عندكم طبيعة العلاقة هاي عم تطلع فيك غادو سايد عم تجبرك تواصل بينك وبين هالشخص عم يجبرك انه تتعامل مع مخاوفك الدخلية بتجبركم انه تعاملوا مع مخاوفكم الدخلية ومخاوف إنه فيه الطرف منكم عميحاول يوفق بين شغلتين بين عمل وبين هالعلاقة عميحاول إنه يوفق بين شيئين وفيه طرف آخر عميحاول إنه يتخذ قرار فيه شخص متردد أنا بتوقع إنه أنت الشخص اللي متردد بخصوص هالعلاقة أو بخصوص هالشخص يعني أنت اللي متناقض وصعب عليك إنه تأخذ قرار هل الخطوة المستقبلية بينكم طبيعة العلاقة اللي بينكم رح تجبرك إنك تتعامل مع أمور أنت كنت عم تحاول تتهرب منها أو عم تحاول إنه ما تواجهها إشي صعبة فيك لأنه أنتو التواصل اللي بينكم التواصل توأم شو علا بيكون تواصل صعب عادة أيضا ممكن يكون في بينكم فرق السن يعني فمشان هيك ممكن يكون بعض الأمور صعب عليكم أنتو بتطلعوا من بعض لأنكم بتعاكسوا بعض يعني بينكم الشفاء بيصير بس بطريقة مؤلمة هذا هو طبيعة التواصل مع توقع مشو علا بيكون مؤلم بيكون صعب إنك تطلع تطلع اللي جواك يعني صير في تطهير للعلاقة صير في تطهير لحتى لروحك بطريقة مؤلمة فأنا بتوقع إنه إذا فيه لبعض مواليد برج السرطان بالمستقبل إذا فيه إشي أنت عم تكتم فيها مش عم تحكي فيها عم تخبيها شخص كتير كتوم برج السرطان هون رح تجبرك هالعلاقة أو هات مواصل رح يجبرك إنه أنت تتعامل تتصرف مع الأمور اللي عم تتجنب إنك تواجهها ولكن عم شوف حبيبك أو الشريك عم يفكر إنه عم يفكر إنه يقوم بخطوة جدية تجاهك لأنه عم شوف إنه أغلب أوراقه وأوراق التزام وارتباط أوكي حفاية برج السرطان إنه أن فراع شكرا